وموهبة مهمة جداً كل حد ليه البصمة بتاعته وليه الابتسامة الصحيحة بتاعته مين الناس اللي فعلاً انتجان تحللهم مشاكلهم؟ أكترها بتبقى مشكلات عوجاج الأسنان المزمنة أهلاً بكم نهاردة حلقة مهمة جداً في حيرة في المجتمع المصري اللي بدأ يهتم الحمد لله بس طبعاً أتمنى اهتمام أكتر بسنين إنه في مشاكل في سنة شكلها مش حلوة تمام في عروقة بقى تكسير حتة مش عارف إيه اللون حاجات كتيرة بقى هنتكلم فيها نهاردة بالتفصيل طب هنتخذ قرار إيه في التعامل مع السنان هنعمل تيجان تجملية كراونز ولا هنعمل خشور تجملية وهنعمل تقويم هنا الحيرة والحيرة ودايماً السؤال الكلاسيكي حتى والواحد قاعد أنا رجل أنا رجل بتعبطنا تطب بشري مش تطب أسنان خالص لو أنا قابلت حدي من أصدقائي يقولي هو أنا هعمل إيه؟ هو نفسه وهو قاعد مع أصحابه وأنا هعمل إيه؟ طب أنا أسناني بايزة فيه فراغات فيه شكل مش حلو هعمل إيه؟ هي ديت القصة بتاعت النهاردة حقيقة النهاردة قصة مسيرة هي كلمة اختيار التقنية اللي يصلح بها الإنسان سنانه ده فن وموهبة مهمة جداً ضيف عديدة علاقة جداً اسم كبير في عالم الأسنان والحقيقة بلاسعد دائماً إنه يكون ضفنا وندعوه لكن شغلات ربنا يوفق الجميع لكن بنصر وفي الآخر بلاسعد جداً بتلابيات دعوة مهاري جداً هادئ جداً دقيق جداً هنسمع علم موفق جداً وتفريقي تفصيلي تفريقي في الطب عندنا اللي هي إزاي فرق احتياجات إنت يناسبك إيه؟ ده النهاردة حواري مع ضيف العزيز الأساس الدكتور محمد عطف أهلا بك يا دكتور محمد عطف بسرع أيمان سعدة نحن معك النهاردة بلالسعيد بإنك أنت أخير اللي بتدعوة أشكرك شكراً جزيلاً حد الله السلام بالأول ربناي سلام عليك عايزة أبدأ معاك بسؤال كلاسيكي عام قوي ليه تقويم وليه تجان تجميلية ليه تجان تجميلية ومش تقويم ليه؟ التقويم زي ما احنا معتدين على التكنيك بتاع العلاج بتاعه ومعتدين على شكله إجراء الغرض منه تصحيح بعض مشاكل إعجاجات الأسنان أو حتى تقدم الفك أو تقدم الأسنان والإجراء ده المتعرف عليه هو بيبقى الجهاز معدني بيركب على الأسنان بيقعد فترات زمنية طويلة الفترات دي ممكن تبقى 12 يمكن زي ما احنا شايفين في الصورة ده لشكل جهاز التقويم المعدني المتعرف عليه الكلاسيكي الكلاسيكي والصحيح بالمناسبة يعني هو ليس بإجراء خطأ ولكن دايما لازم نبقى قد التحدي وقد الريكوارمنتس اللي دايما بتبقى عند الحالات بيطلبون بيها إزاي هقعد بجهاز تقويم زي كده 12 شهر أو 24 شهر سنة أو سنتين وأنا بشتغل في الميديا أو وأنا بشتغل في وظيفة بتتطلب إن أنا بقابل للناس وبتكلم معهم ده مش مناسب جدا لطبيعة شغلي ولا لوضع الاجتماعي يمكن تجي لنا كمان سيدة مقبلة أو بنت مقبلة على الزواج قبل زواجها بفترة زمنية قصيرة ويمكن بيكون حلها الصحيح برضو وليس بحل خطأ هو التقويم فالتحدي كيف نقوم بتجميل هذه الأسنان في مدة زمنية ليست بطويلة لأن لازم نراعي احتياجات العميل في النهاية اللي من ضمنها ودي حاجة مهمة جدا الوقت من هنا ظهرت فكرة التجان التجميلية وهي ليست بفكرة حديثة ده اللي خلى فيه يعني فيه تقدم كبير في مجال تجميل الأسنان في الناحية دي ايه فكرة التجان التجميلية يعني نقرب منها شوي يعني عشان برضو الناس يفهم انا يعني هقرب ما اجي قول لي واحد انا هعمل لك تجان تجميلية أو كراونز ايه الفكرة الفكرة ان التعامل مع وجاجات الأسنان بيتم عن طريق تصغير حجم الأسنان بدرجة معينة الدرجة دي بتكفي ان انا اركب عليها التاج أو الكوفر اللي هيكون في الوضع الصحيح مش في الوضع المعبوض بتاع الأسنان دي الفكرة العامة واللي مرت بمراحل كتير جدا يمكن دي فكرة التجان السنة المتصغرة اللي بعدين بصمم عليها سنة فيها كل المواصفات اللي انا محتاجها وبركبها فبتبقى دي هي سنته الثابتة والدائمة انا بأكد على الكلمتين دول لان الناس في ناس تقول طب هي تعد في بوقي قد ايه او ممكن تبقى يعني احتاج غيرها امتى اللي بيفترض فيها ان هي تبقى ثابتة ودائمة تعدل هي تناسب والله في عجاج من ناحية دي انا بروح جاي زابط ومركب التاج صح كده؟ بالضبط كده بالضبط هي دي الفكرة بتاعة التيجان التجملية ويمكن من الحاجات او الحاجات اللي فرقت في الفترات الاخيرة التيجان التجملية عن سابقتها من التيجان هو بعض العوامل او بعض الصفات التجملية اللي زادت عليها يمكن المتعرف قبل كده ان كان فيه عندنا حاجات او تيجان اسمها بي اف ام او المتعرف عليها باسم البورسلان والتيجان دي كانت لها تكوين مش عايز يعني ازعج الناس قوي بالتكوين بتاعها بس هي من الداخل كانت بتبقى عبارة عن جسم معدني او شاسي معدني اذا صح التعبير الشاسي المعدني ده بيغطى بطبقة من البورسلان يمكن زي ما بنشوف في الصورة هي دي صورة بتبين الفرق ما بين التجان التجملية الحديثة اللي هي على اليمين والاخرى اللي على الشمال هي التجان القديمة البورسلان التجان البورسلان بالمناسبة هي تجان جيدة وليست سيئة بس الاحتياج التجميلي قدى الى ظهور انواع احدث يمكن حتى العليمين هي نوع من انواع التجان التجميلية اسمها اللافا زيركونيا ولو بصينا في الفرق ما بين الصورتين هنلاقي قد ايه السنان العليمين اكتر طبيعية وناتشراليتي اكتر من السنان البورسلان هيمكن فرق تاني ان لو بصينا على الفرق ما بين اللافا والاسنان هنلاحظ ان فيه يعني دارك لاين او خط زرق اغانق سنة بالزرق كده بنسميه متال تاتو وده بيفرق كتير جدا في الشكل التجميلي ده فرق مهم جدا وده اللى قدى الى التقدم في علاج بعض حالات اعوجاج الاسنان باتجان التجميلية بس انا اتبسطت من نفس ان انا شطر عرفت ان اللي على الشمال دي هي البرسلان يعني اول ما بس اطلاها على طول عرفت صحيح يعني هي موجر واحد يعمل اتجان اللي على الشمال دي ويبقى راضي حادي ما هو شكلها بيض شكلها كويس مقبولة لكن العالمين دي واو هي دي الحلاوة صحيح هي الفكرة انا نحاول ان اقرب ناتشولل از ماتش از وي كان اه يعني اقرب من الطبيعة بالزبط كده بالزبط طب انا دلوقتي عايز افهم انا دلوقتي عندي مشاكل هجيلك ايه الخطوات اللي نمشيها مع بعض عشان نوصل للشكل العالمين يمكن الموضوع بيختلف من حالة الحالة ولكن في خطوط عامة بنمشي عليها الحاجة الرئيسية والمبدئية ان احنا بناخد صور وريكوردز بنسميها ريكوردز للحالة او للمريض نقدر من خلالها نصمم الاسنان الجديدة بتاعته ده بيدينا صورة بنسميها اللي هي صورة تخيولية هتكون شكل السنان دي ازاي الصورة دي ليها عوامل كتير قوي بتحددها يمكن ابعاد الفك ابعاد السنان الاصلية احنا عايزين نتحرك في انهي التجاه اتجاه التصحيح هيبقى اعمل ازاي مش بتبقى صورة ستاندرد او صورة واحدة بتتعامل لكل الناس يعني ده مش لان في ناس بتاعة متخيلة كده ان احنا هنينفع ناخد الاسمايل بتاعت كريستينا ايجوليرا ونركبها لها ده مش اجراء مش ده اللي بيحصل كل حد ليه البصمة بتاعته وليه الابتسامة الصحيحة بتاعته بس فدي من اول او اهم اجراء يمكن اللي هو الاسمايل ديزاين او تصميم الابتسامة ده بياخد وقت مهم يعني مش وقت طويل بس وقت مهم وقت مهم وهو مش بياخد وقت طويل الحقيقة ومش دايما يعني زي ما حضرتك شايف في الصورة الصورة هي مش سمايل الصورة هي تيكنيكال اكتر يعني صورة بيحتاجها طبيب الاسنان في العلاج اكتر عظيم انا عايز اروح معاك في حالاتك يعني نشوف لانه دي قصص مهمة جدا طبعا كل اللي احنا قلناها ده شرح رائع جدا كعادتك في النظري نشوف الحالة الاولى حالة فيها الحاجة المشهورة جدا على فكرة الفراغات صح؟ بالضبط كده الحالة دي يمكن المسافة الوسطى الكبيرة دي من الحالات الشائعة جدا في مشاكل تقويم الاسنان واللي هي بالمناسبة من الحالات اللي ممكن يعني ما تحتاجش وقت كبير في حالها كتقويم بس الوقت الكبيرة ده ممكن ما يسعفش ناس كتير فلو تخيلنا مثلا ان الفرق ما بين الصورة البي فور اللي هي العليا والصورة البعد اللي هي الصورة السفلة اسبوع واحد هنعرف تماما ان هي ممكن تلحق مناسبة مهمة جدا عندها بعد اسبوعين تماما نتعمل لها بس قفل للدايس مع الفراغات الفلجة المفرنص بالضبط كده اتعمل الاسنان بالمناسبة لم يتم خالها شيء الاسنان زي ما هي واستغلنا الاسنان الموجودة في دعم التجان التجميلية للفك العلوي نعملنا مجموعة من التجان عشان نقدر بنوزع الفرق ده على الاسنان كمان الخلفية عشان ما نشعرش لانه يمكن ودي حاجة ممكن تبقى مهمة برضو لبعض زميلنا لو عملنا اتنين تاج تجميلي فقط على السنتين القمامياتين في مثل هذه الحالة هيكون حجمهم كبير جدا وهو ده هيكون طبعا نتيجة اه نتيجة طبعا اه احييك على الفكرة انت وزعت المسافة على السنان بالزبط لو احنا كنا جمع عشان نساهل لك عشان نكتور محمد بي يعني بيشرح برضو بطريقة حريفة ولكن نرجع للسورة اللي فاتت لو احنا بصينا للسورة وفكرنا تفكير انا واحد انا لو انت قلتني ايه ايه الحال دكتور ايمان بإبداعي الجبار اقول لك نعمل كراونز في السنتين الأماميتين طبعا دي نصيفة لانهيبس سنتين كبر قوي فلكن نعمل بقى اكتر من كراونز ونحاول نخلي في الاخر الكراونز الاخير اقل دي عملية هندسية بتاعه تحسب جيومتريكس فعلا يعني بنقيس بالزبط احنا هنوزع المسافة دي اللي هي حوالي يمكن 3 ملي على بقية الاسنان فكل سنة تاخد الشير بتاعها تاخد النصيب بتاعها تاخد النصيب بتاعها في الكراونز بتاعها عملية كم كراونز في الحال ستة من النابل للنابل ويمكن برضو بما ان احنا بنتكلم عن الحالة بشكل اكثر تفصيلا احنا كان عندنا كمان مشكلة جامي سمايل ما شاء الله انا بس ادوني فرصتي استاذنا بس فكمان حلينا القصة الجامي سمايل عن طريق جامي سمايل هي الابتسامة اللي ثوية او ظهور جزء زيادة من اللاتة مع الابتسامة وده حلناية عن طريق برضو حاجة انكلودد او دخلة في الاجراء وهو تأصير الجزء من اللاتة الظاهر جزء اللاتة الظاهر وبعد كده تركيب الكراونز على الوضع الجديد عظيم جدا السورة التانية السورة اللي بعد كده دي صعبة بقى يمكن هي تبدو صعبة وبالمناسبة هي حالة من الحالات الكثيرة جدا والشائعة جدا يعني اللي هو اعجاجات الاسنان واحدة دخلة واحدة خارجة والجزء الاهم في الحالة في رأيي ان اللاثة كمان مش منتظمة فعندنا اجزاء وده بمساهم قوي في شكل الحالة ما تبقاش دقيقة او ما تبقاش منضبطة قوي يعني البيفور بتاعها طبعا وجود مستويات مختلفة للاثة الحالة دي عملنا معاها ايه؟ الحالة دي برضو وحدنا الليفل بتاع اللاثة وبعدين عملنا التجان الامامية وهنا عايزة اقول يا دكتور ايمون ان احنا برضو الحالة دي كان ينفع تقويم بس ده ما كانش هادي يعني احنا القصة هنا مش وقت بس يا جمع قصة هنا ان احنا صلحنا كمان فاكتورز تانية او عناصر اخرى مساهمة في الابتسامة احنا زبطنا كمان اللون بدرجة كبيرة جدا عملنا زي سيمترية سيمترية بالضبط كده الاسنان لو بصنا فيها الاسنان العلوية لو رصناها بشكل كويس هتبقى مرصوصة اي نعم ولكن مفيش فيها سيمترية الاسنان شكلها مختلف تماما كمان لونها غامق شوية فيمكن انا في رأيي كمان ان الحل التي كانت تجميلية في الحالة دي كان وان واي يعني ما كانش فيه اختيارات اخرى وهو برضو زي ما احنا شايفين ده دي اسنان رجل برضو اخدل ايه الكيرفات مش نعمة الكيرفات حد سنة اللي كنا لسه بنتكلم عنه فورا الكيرفات اللي هي حد اكتر مناسبة جدا للابتسامة بتاعته اتخيل واللاسة تعملت بشكل رائع بالليزر اه عايز اقولها حضرتك ان الفرق ما بين السورتين اسبوع اسبوع بالضبط كده الحالة رائعة الحالة دي كان دي صعبة قوي دي دي برضو من الحالات الشائعة اللي عندنا السنة السنتين المائتين واحدة فيهم او مغطية او معدية السنة التانية والسنة السفلية اللي هي متراجعة الحاجتين شائعتين جدا الحالة دي برضو كان ينفع تتحل تقويم فعلا كان ينفع تتحل تقويم ولكن تحتاج قدية عشان تتحل تقويم يمكن الحالة زي كده وهي كان يمكن يعني في اوخر التلاتينات يمكن تتحل في سنتين 24 شهر مثلا بالاجراء التجميلة اللي هو التجان التجميلية قدرنا نحل رصة الاسنان مع لون الاسنان ومع شكل كل سنة على حدى اللي هم التلات عام اللي دايما بتكلم عنهم في دي خدت اسبوعين بالضبط دي من الحالات بقى السن كبير لون سن كبير من السعير الحالة دي يمكن عمرها يعني الحالة دي يمكن في بداية التلاتينات يمكن بس الحالة دي يمكن فيها تفصيل أكتر شوية لو لاحظنا الخط المنتصف هنا دايما من الحاجات التجميلية اللي لازم يبحرسين عليها خط المنتصف اللي بين السنتين الأماميتين يبقى في النص فلو بصنا في السورة البيفورد هنلاحظ ان الفم عندها مرحل شمال هو الفم مش مرحل شمال هي الأسنان مرحلة شمال زبطناها في الأفتر ازاي ان احنا قدرنا نزبط خط المنتصف انه يبقى في المنتصف طب دي ده جوز كان عندها سنة ميسنج يمكن مش بقىنا في الاسميل في الخلف شوية بالضبط كده بس الأهم لو بصنا في الاسميل البيفورد او في الابتسامة الصورة اللي قبل هنلاحظ ان الجانبي بتوع الفم عميقين جدا وده بنسميه ويد باكال كوريتور يعني لما حد بيبتسم بيظهر الفم من الجانب عميق جدا الجزء ده في الافتر حلناه ودي نفس الحالة يمكن لو شفنا ابتسامة توم كروز بيفور هنلاقي عنده ده سيم ديب باكال كوريتور اللو الدهاليز او جانبين المظلمين في فتحة الفم مع الابتسام بالضبط كده متلاقي الجانبين بتوع الفم السنان لما الجوه فسيبين فراغ اسود بالضبط كده يمكن الحالة دي دهنا نحل لان احنا نوسع الاسنان في عمل اتجان التجميلية فقفل الوايت باكال كوريدور فبقيت ابتسامة جميلة جدا وهي طبعا كان نفسها كمان في الهالوود اسماعيل او اللون الناصع البيض للاسنان ودي يمكن حاجة بالنجوشيات فيها او دايما اتفاوض فيها لان ما بصتك بفور بتلا بجملة مش شاف وش الست طبعا وقتك ست كبيرة في السن شو خبالك انت بديين انطباع بالسن الكبير تخيك صحيح انت ممكن تريكورد الحكاية دي دي نوتد اه 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 الله العظيم يعني انا لما قلت دي سن كبير انا مش شاف وش ومش شاف تجعيد بس انا لاحزت الفم ده الانطباع ده الانطباع بتاع الديهليز الجانبي ينو سن كبير صحيح ده من الانطباعات اللي بتتاخذ عن الديب باكال كوريدور او الديهليز الجانبي العميق زي ما حضرتك تفضلت وقلت اه اه اعيز اقول لحضرتك ان اه الحالة دي ليست يعني مش كبيرة في طاق عينة يعني في الكبر في السن لدرجة ان هي تبدو بهذا هي صغيرة في السن يمكن في اولي التلاتينات اه بس الموضوع تغير عندها تماما تماما يمكن انا من الحاجات اللي حب اقولها ان الهالوود اسمايل كانت مرضية بالنسبة لها جدا وكانت حباها جدا اللي هي الابتسامة الناصعة البيض الحقيقة الابتسامة كمان بقت بتتبع الفاشن او بتتبع الموضة بدرجة كبيرة فيمكن بدأ يتراجع شوية مفهوم الهالوود اسمايل وبدأنا نعمل الوان اكثر طبيعية وتليق على دون البشرة بتاعتها اه هي فكرة تليق احنا عندنا حاجة اسمها بليتشين شايتس او الدرجات الناصعة البيض اللي هي اصلا مش ناتشرل يعني هي خارج نطاق الالوان الطبيعي للأسنان ودي خارج النطاق الطبيعي للأسنان بس دي كانت طالعة ترند ان الناس بتعمل سنانة كلها بيضة زيادة واحنا يعني لان احنا بنشتغل في التجميل الأسنان فدايما لازم نتفهم احتياجات المريض يعني دايما يقولوا كده when you are at room do as romans do فاحنا في مجتمع بيحب قوي الهالوود سمايل وبيعملها بشكل متكرر فلازم نتفهم ده ونتفاعل معه ولكن في الواقع احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا ندي للناس ناتشر سمايل اكتر من البيضة النصاعة البياضية انا سعيد جدا بزيارتك وسعيد جدا اولا بقوتك معنا في ناس حلوة لانه اولا طبعا سمعة رائعة واداء فني مميز للغاية وطبيعة وشخصية المائعة على ارقى مستوى ما شاء الله نسعد جدا بانك تكون معنا من الصعب انه انت دينا من نوقتك كتير لكن انا يعني يعني زي ما يقوله حريص احنا نستفيد جدا من طريقتك العلمية البحثة التفصيلية الكلاسيكية اللي انا محباها انا كلاسيكي جدا فمحب كلاسيكية في الشرح وده هيخلي الثقافة الطبيعة للناس في علم طب الاسم ترتفع الى درجة انا اتمنى وانا اتمنى كمان انا اتمنى وابلفعل يعني يمكن الاداء الاعلامي البرنامج زي برنامج حضرتك ساهم كتير في الناس بقى عندها وعي طبي اكتر على كافة المستويات طبعا الناس كمان كلها بقت مثقفة دلوقتي واي حاجة بيفكر فيها على جوجل فالامور بتمشي بشكل احسن كتير نتمنى بس ان احنا يعني انت تديني من وقتك كتير ونعد نسمع حكاوي كتير جدا خاصة باداء عملي ديناميكي مثقف للغاية متقدم لغاية في عالم طب الاسمان لانا باعتقد انه من العوالم الساروخية التقدم في الفترة القادمة نورتنا شكراك دكتور ايمان صديقي العزيز وان شاء الله دايما نبقى معواطف في النمجك الهيل الاسم الرائع والأداء صاحب الأداء الرائع جدا في عالم طب الاسمان لسهو الدكتور محمد عاطف كان مبدعا كالعادة في الناس الحلو خليكم الناس الحلو عنوان الحلقة مهم جدا جدا والشخير طبعا بس انا عايز احط عنوان من احيان تانا مهم قيمة الهواء التخصص بتاع تخصص الشخير دوا احنا هو ده الفوكس بتاعنا الدكتور هشام قال نعمل منظار ونشوف في ايه وفرجنا على الشاشة اسنائك